هل لا أوجزت لنا بداية صورة مختصرة عن هذا الفيروس وتأثيره؟ تحيي لكم قناة الفلوجة طبعا شكرا موصول لكم لأننا سنطرق إلى موضوع غاية بالأهمية تعرف أننا مجتمع حاليا يتداول الإشاعات يتداول الأخبار الغير علمية دعونا نتكلم بصورة منطقية علمية عن الفيروس أولا هذا الفيروس من عام 1958 موجود بالكونغو كبؤرة إصابة عام 1970 طبعا كان بالقرود في مستعملات القرود وأيضا بعد انتقل العام بعد أخذ عينات وفحصت بالدنمارك عام 1970 تم تشخيصها من أواضي المشتركة بين الإنسان وقدرت على أصابة الإنسان فبالتالي أصابت الإنسان بعام 1970 هذا جزء ما يحصل الآن حتى يعرف الناس أنه نحن في مشكلة أخبار مثل ما قلنا وإشاعات وأخبار نحن ضمن نظرية المؤامرة أننا حياتنا عبارة عن مؤامرة كأننا نحن مستهدفين من كل جانب هذا المرض موجود من أمراض المشتركة طبعا المناسبة منظمة الصحة العالمية يوم طبعا كانت عملية الإصابات في 2024 بعدات كبيرة بعد فحص العينات تبين أن هناك نوع من الطفرات الموجودة بالوان بي أم باكس اللي هو الجدري الفيروس اللي هو كان سبب في انتشار عدة من الأصابات في جمهورية الكونغو وانتقلت هذه الأصابات بالكاميرون كينيا راوندا وأيضا جمهورية أفريقيا الوسطى عن أعراضه وتأثيره دكتور هل هو خطير كما يروج أنت قبل قليل قلت يعني ألمحت إلى أنه يجري الحديث عنه كما جرى الحديث عن فيروس كورونا وأن الصين صنعته مؤامرة كونه إلى آخره بالمناسبة ندرس وبائيات المرض سيوك المرض سيوك المرض لا يرتقي مثل خطورة كورونا كورونا نوهنا وعين الناس بخطورة كورونا وفيروس ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي عن طريق الرذاذ بالمنطقة الآن نتكلم على فيروس وزن الجزائي أثقل من وزن الجزائي حتى نكون واضحين علميا أولا هذا الفيروس أثقل من فيروس كورونا يعني بحدود تقريبا من 200 إلى 250 نانو مقارنة بفيروس كورونا من 100 إلى 120 يعني كورونا ينتشر أسرع بالهواء هذا ليس له قدرة بالانتشر بالهواء أسرع ثانيا هذا من فيروس أمبوكس هو من فيروسات الدياني وإذا نعرف أن فيروسات الدياني أقل كفاءة بالطفرات فبالتالي سلوكك كجائحة وسلوك مستبعد نعم هو كبؤرة للانتشار في المناطق الأفريقية وراح نعرج على نقطة قبل لهذا عوامل الانتشار هي أهم من الأعراض طبعا المناسبة قلنا هذا الفيروس منظمة الصحية العالمية على تصريح الرئيس الهيئة المنظمة بالـ 16-8 عفوا الـ 16-8 صرحوا بالانتشار في الكونغو 16-8 دائرة الصحة العامة نوهت إلى هذا الأمر فبالتالي الأصابات تنتشر في أفريقيا عندنا عوامل للانتشار هو ينتقل عن طريق الانتصال المباشر جنسي جسدي لعاب سواء الجسمية فبالتالي أحد الأمراض حتى نكون واضحين أحد الأسباب هي نظافة العامة نحن عندنا البروسيجر الخاص بالانتشار الوقاية من المرض موجود وكل شيء موجود حتى يطلع المواطن النظافة الشخصية عندنا أهم فقرة في جمهورية السودان لقوا أجزاء من الفيروس موجودة في الملابس المستعملة فبالتالي نحن عندنا مسألة مهمة ملابس البالات الملابس اللي جاء تستورد المجهولة المنشئ اللي مستخدمة طبعا هنا يبدأ الآن الحذر منعتها لأن كونها مجهولة المنشئ ملامسة للأجزاء اللي تنصاب بها أجزاء الجسد الإنسان بالتالي تنتقل خاصة بعد انتشار إلى السودان بهذا الطريق نعم ولا داعي للقلق من حيث المنظومة الصحية التي توجد لدينا في العراق باعتبار أن هذا الفيروس محتمل يدخل للعراق سلوك الفيروس الآن لا يرتقي إلى تشكيل جائحة نقطة أولى سلوك الفيروس بالأصابة هو سلوك عبارة عن تماس تواصل جسدي نعم اتصال جنسي وجدوا بعض المراهقين اتصال جنسي فبالتالي أصابات بسبب اتصال جنسي أيضا اتصال جسدي وبالتالي سواء الجسمية فبالتالي وسائل النظافة والرعاية الشخصية الصحية للرعاية الطبية الصحية حتى لو كانت أصابات هذه الأصابات عبارة عن أعراب أعراب راح تكون مثل مشابه هو 21 يوم مشابه لأعراب أي أصابة فيروسية مثل حتى الفيروس 21 يوم لكن يظهر طفح فبالتالي كفكرة أنه تهويل الرأي العام مثل ما عملتها جائحة كورونا هو أقل نسبيا لكن أكيد لازم أكون استجابة رد فعل ما يحدث في العالم فبالتالي الرعاية والنظافة الأزبال اللحوم المجهولة المنشئ الملابس المجهولة المنشئ المستخدمة هي طبعا هي هذا الأهم بالسيطرة عليه شكرا جزيلا إليك دكتور حيدر الناصر التدريسي للأمراض الوبائية والوراثية شكرا لك مرة أخرى